إلى قمة العشرين والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية نم إلينا من القاهرة المحلل الاقتصادي نادر خضر سيد نادر بالتأكيد كورونا ستلقي بظلالها بقوة أو إن لم تكن ألقت بظلالها على كل مناحي الحياة أيضا على عمال هذه القمة كيف ترىها في ظل الظروف العالمية؟ الحقيقة نحن نبص على أزمة الكورونا في الفترة ديف في قمة العشرين يا قمة العشرين الحقيقة بتنعقد في المملكة العربية السعودية في وسط أجواء استثنائية وظروف جوهرية على مستوى العالم كله ومش بس المملكة العربية السعودية ولا بالنسبة للمجموعة الدولة العشرين فقط بل نتكلم على أزمة كورونا زي ما حررتك تفضلتي نتكلم على أزمة ديون سيادية بتلوح في الأفق طباطه اقتصادي شديد بادئ من قبل أزمة الكورونا ومن المتوقع أنه يزداد سوءا بعد أزمة الكورونا اللي في بعض التقديرات بتقول أنها ممكن تستمر في خلال 3-4 شهور فقط وفي بعض التقديرات الأخرى بتقول لا ممكن تكامل معنا لمدة سنة ونصف كمان في نفس الوقت عندنا أزمات على مستوى الأقاليم المتفرقة سواء على مستوى الخليج نظرا للخطوات أسعار البترول والطباطه اللي حصل في معدلات النمو وفي سعره فمؤثر على معدلات الأرباح منه أو معدلات الإراض منه والمؤثر على الموازنات بتاعت الدول اللي كانت بتعتمد بصورة رئيسية على البترول القرية العجوزة بالنسبة لأوروبا والطباطه الاقتصادي اللي فيها وعدم الاتفاق الكامل الواضح على التخرج الإنجليزي من الاتحاد الأوروبي وما سيضطي بزلاله على تأثيره على عملة اليورو وطبعا تأثير الكلام ده على الدولار بالإضافة للأحداث اللي حصلة في أمريكا بشأن الانتخابات الأمريكية والنزاع اللي حاصل والسجال اللي جاري حاليا كل الكلام ده يعني أعتقد أنها مش هتبقى أزمة كورونا بس وأعتقد أنها هتبقى قمة مزدحمة بالأفكار مزدحمة بالنقاشات وهيبقى فيها أفكار جوهرية وأطرحات جليلة يعني عشان نقدر نطلع منها بقرارات وفصيات طوية مملكة العربية السعودية لهذه القمة تحديدا يعني هي في الأساس قمة افتراضية تتم بشكل افتراضي عبر الشبكة التواصل الاجتماعي لكنها أو عبر الفيديو كونفرنس لكن أهمية استضافة السعودية لها هل لذلك دلالة؟ هي السعودية طبعا أكيد السعودية زي ما كنت بكلم مع حراتك دلوقتي وبقول إن الخليج عنده أزمات نظرا لإعتماده خلال الفترة اللي فاتت على العوائد البترولية والصدرات البترولية ونظرا لإتباطق اللي حصل في أسعار البترول الفترة اللي فاتت وإن إحنا شايفينه بيتراوح من معدلات الـ 42 للـ 56 ومش قادر يتخطى خلال الفترة الجاية فده مأثر جامد على الموازنات بتاعتهم ومزود معدلات العجز ومزود معدلات البطالة وضغط على موازين الصرف بتاعتهم مؤثر على معدلات التصدير كلام ده كله خلى السعودية تقود المنطقة للاقتصاد المتنوع بالفكر الجديد اللي جي بيه سمو الأمير محمد بن سلمان بخطة تحديث الدولة طبعا برعاية الملك سلمان حفظ الله كلام ده كله أكيد هيبقى له نقاط في المناقشات اللي هتدور وصبل الدعم والحلول اللي ممكن تنبسق من الخطط دي خلال الفترة الجاية لتدعيم مجموعة الأقاليم الأخرى زي الأمريكاتين أو الاتحاد الأوروبي أو الأونكتاد أو مجموعة شرق آسيا يعني مجموعة كبيرة قوي من الاتحادات الاقتصادية ممكن يتم التعامل معها مع مجلس التعاون الخليجي من خلال السعودية والدول الخليجية القيادية الموجودة هتقدر تفعل بها فكرة الاقتصاد المتنوع وتنويع الصادرات اللي كان بيحصل الفترة اللي فاتت فبالتالي ده هيقدر يخلق مجال جديد من الحوار والنقاش غير الاعتماد على الصادرات البترولية اللي كان بيحصل خلال السنوات الماضية لأكتر من أربع عقود تقريبا أو خمس عقود إذن من القاهرة المحلل الاقتصادي نادر خضر شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر